أهم المطرب أحمد شيبة بتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة شارع حياتي اللي بتعاون فيها مع حمادة مجدي والمقرر طرحها قريبا تواجدت كمينة شوفي مافي بكواليس تصوير فيديو كليب أحمد شيبة وحمادة مجدي وتضمن لكليب مشاهد في إطار الأفراح الشعبية منتابع سواها التقرير من مصر النهاردة أما بنتكلم عن أهم المطربين الشعبيين في مصر فلازم نعد أحمد شيبة من أهم خمسة موجودين ما وصلتش لده غير بعد تعب وبعد موجود كبير لما بتقعد تفتكر اللي يام الصعب واليام اللي انت تعبت فيها إيه أكتر حاجة بتبقى في بالك محمد ربنا أول حاجة على اللي أنا على أنا في ده الحمد لله رب العالمين لأنه وصلت الناس يعني الناس تعرفني وبنقل كلمة كويسة اللي بتعجب الناس والحمد لله على طول إحنا يعني وشينا بيبقى في القبول وبنبقى عند ظن أن الحمد لله الحمد لله يعني أغانيك دايما بتبقى فيها موضية اجتماعية يعني لما أزمة كبيرة قوي طبعا أزمة كبيرة قوي في الكلام بنقل كلمة كويسة وكني عاملين في رمضان برضو كنت عاملين في رمضان دعاية ما عملت شتاقت السنة دي إني ماخدش محضر فعملت حاجة اللحم العواضي في ضرب نار وعملت برضو لما توفت والدتو وعملت أغنية برضو وإمتى الظهر لاعب معك؟ والله الظهر بلعب معي بحب الناس الحمد لله هو الظهر اللي أعب معي بس بحب الناس كل الدينة بتحبني وأنا بحب الناس كلها الحمد لله السبكي خد الأغنية دي وعملت لغاية دلوقتي ما فيش حاجة عدت لو قلها ولعبتها الظهر دي سمعت إن الأغنية دي أنت ماخدتش عنها أي فلوس لا ماخدتش حاجة منها ما دي أنا سبتها للسبكي ومضيط له سبتها له بالحب يعني ولا؟ أه بالحب طبعا وهم برضو عمل شغل فيها برضو عمل شغل كويس وعمل دعاية كبيرة قوي والأغنية حققت نجاح في كل وعنيني الناس كلها عرفتني من هم عرفوني الناس عرفتني من اللي مني أساسا من أغنية اللي مني أغنية اللي مني دي كنت جاي لك فيها هي اللي عملت لك شهرة أكبر ولا ألا ولعبتها أظهر لا ألا ولعبتها أظهر طبعا بس اللي مني دي كان الأساس يعني أول حاجة أنا عملت هزا جناب علي الناس عرفتني كان لسه مرضو الفيديوهات ومتعامل اللي مني عرفوا شكلي همجي موضوع عبو صدام اللي هو عمل كده وضربني في كده وأسيادنا راضين عليك فالموضوع بقى يعني انتشر وبقى شاكلي خلص الحمد لله فحمدت ربنا بقى قمت عملنا ولا ولعبت يظهر وقديني ماشى بنهراه وخلوني ساكت وحاجاتي عمل حمد لله اللي مني دي انت كنت تزعلن من حد لما عملت الأغنية دي كنت تزعلن طبعا من اللي مني طبعا قلوه قلوه يوسف المواقف اللي بتحصلين بينك انت ويوسف ع السوشيال ميديا فيه ناس بتصدق انها حقيقية بينك انت وحودة ع السوشيال ميديا فيه ناس بتبقى مقتنع عن اللي بيحصل ده حقيقية مش يظهر لا مش يظهر لا طبعا بجد؟ على بجد ممكن اكون باكل هو جواه وهو عامل بس عامل بس مباشرة كده هو عادي وصبع الناس اللي هم ببقي مرة عملها فطبعا قمت سلمت عالناس وانا لسه باكل فبيعمل حاجات غريبة معايا فاكر اول اجر خدته ففرح؟ اوه عشرة جنيه عشرة جنيه؟ عشرة جنيه وعشرين جنيه النهاردة بتاخد كم؟ لا النهاردة باخد كم انا معايا خمسة واربعين نفر اقول انت بتعبط كم؟ بس انا اسمع ان انت يعني في موضوع الاجر ده مش بتغالي يعني بتروعي الناس برضو اللي بيعمل افراج انا اقول الجميع بيتلاقيين شغال نص شغلي مجملات دي محبة من احنسين؟ طبعا محبة طبعا انت ما تعرضتش لمواقف قبل كده في افراح الناس دايما بتتلمع لي كما بتدخل فرح مفيش موقف فاكره تحكولنا؟ هو حب الناس ده بقى وكل فرح لازم الناس تتلمع علي واللي شديني كده واللي شديني كده واللي زغدني كده وكل ده حب بتسمع الالوان الغنائية اللي بتنزل الجديدة اللي زي مثلا ويجز ع مروان بابلو ومروان موسى بتتابع الالوان دي ولا مهتم بس بالشعب؟ اه اه تابع بتابع ودي حالة يا ربنا اسلح لهم يا رب وسهلهم وفي تغيير هم مغيرين في الموضوع في راب وفي مهرجانات وانا هغني راب قريبا انا غنيت راب غنيت مع غنيت مع وجزه وغنيت مع عملت اعلام مع وجزه وغنيت مع غنيت راب برضو مع ومع زاب سروط عملنا برضو اغنية فارس راب الجديدة اللي بتجهزه مع عمي ولسه عامل اغنية مع شندي في فيلم علي ربيع الجديد اللي نزل لسه عاملني التترة على الفيلم انا وشندي الراب الجديد اللي انت هتغنيها يبقى مع عمي شندي؟ اه ان شاء الله في اغنية عملوها راب ان شاء الله ما روحتش الاردن قبل كدهcan ان手زيل وقع ا mobil رايح وريب انشاء الله في مهرجان هناك مهرجان كرتاجم رايح ان شاء الله لاردن في مهرجان ان شاء الله يعني يا عاملو من الوتين تمانية طب انت انضبعك عن البلد والناس هناك ايه؟ انضبوعك عن البلد والناس ونه في الاردن ناس جميلة جدا جميلة جدا ولسابالهم جميل جدا حبيبنا واخواتنا كل الدول العربية عم أحمد بان نهاردة معاك أسرتك في تصوير الفيديو كليب ببقى انت عرفنا عليهم ده يوسف الكبير يوسف أحمد شبا وده عمر أحمد شبا أنا عمر أحمد شبا اللي حاسس ألبابة أعرفه في الدنيا الفنان على أغنى وأغنى أغنى جديدة بتنزل جديدة بص هست بص ما عشي حس كله تمام وبقى بص بص هس بص ما عشي حس كله تمام وبقى بص وما نعرفه في الدنيا الفادي عز شوف راجل والصادي وده يغول فادي أنا عزي يجي ليشوف ما نعلكو خيابة مش طوارة عالناس كذابة صدقوا له عليكو هتغاب ولما بزعل مش بروح بص هس انت داعم ليهم اللي عنده موهبة للغنى ممكن تساعده زي ما انت بتساعده دا جريب في المايكو دا مش جريب في المايكو دا مش جريب في المايكو دا مش كدبين 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 نزلة جديدة كدبين خلاص نورتني يا أسوز أحمد ويا رب دايما انت قسرت محمدا مجدي بنورني على الشيطة عمانتي فيه ببارك لك النهاردة على الكليب بين اللي انت بتصورهم عايزك تكلمني أول حاجة عن تعاونك مع أحمد شيبة حبيب الله يبارك فيك ودائما ما نورنا أحمد شيبة دا رمز من رموز الغنية الشعبية في مصر والعالم العربي كله دا تالت تجربة بيني وبين النجم الكبير أحمد شيبة عملنا الله المستعان ومتاكلش مال الناس ودي شارع حياتي مليان واجعة إن شاء الله شارع حياتي تبقى غينوا حلوة بإذن الله يعني هشوف الناس اللي بتشتغل معك المطروبين بيبقوا متحمسين قوي نوعية الموضوعات اللي انت بتختارها وطريقة التصوير بيقوا مبسطين بالحالة اللي انت بتبقى بص هو الحمد لله القبول من عند ربنا والناس يعني عم حمد شيبة طبعا دخوي أو حبيبي وأخوات كبيرة اللي أنا بحبه جدا هي القبول بس مسألة قبول وأنا بحب صاحب الناس بعيدة عن التصوير أو بعيدة عن الأغاني أو بعيدة عن أي حاجة هم حاجة للناس تحبك وتحبها دي هم حاجة الكليبك بقى مع عباست حمودة وده يعني برض اسمها دار بنار دي تاني أغنية إن شاء الله بس أول أغنية لسه ما زلتش أول أغنية اسمها صهرانين دي انتاج مزيكا نازل قراهب وفي غنوة إن شاء الله تانية ابنها نعملها اسمها دار بنار أنا والحاكم دار عبدالبسط حمود ده حبيبي وأخوات كبير اللي بتشرف بيه الغنى مع عباست أعتقد ما يعني بحتاج مجهود برضو راجل تقيل والله لأ عم حمد شيبة تقيل وعم عباستي اللي اتنين تقال جدا بص أنا بختال بليه علايا يعني يعني أنا يعني مش بختار الجملة اللي تبقى صعبة أول ده أنا أطلع غني معهم ولوما أنا شابح حاتش قدر يغني وجنب الوحوش دول لكن لازم تبقى أنت عارف أن انت ممكن تقول هنا حلو فما يعني تبقى الدنيا ماشية تمام كتام أرمشة يعني دغداغة الدنيا هل فيه غنية في اللي اتنين دولة تبقى كده برضو حاجة تبقى تريند إن شاء الله بإذن الله أحاسس بكده حاسس إن في حاجة تبقى حلوة إن شاء الله بسكتام أرمشة دي ربنا قرمنا قرم كبير قوي 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 فيها والحمد لله رب العالمين نالت أعجاب العالم العربي كله وأنا غنوت أنا وحسن شاكورش أخوية وحبيب ممكن ترجع تشتغل تاني مع حسن وكنت بتقول أن أنت تعمل كليب مع عمر كمال لحد دلوقتي لسه ما شفناهوش أنا عملنا كليب أنا وعمر كمال وجو ناس ما أنت قطتي نيزت بس ما نكحتش خالص إنتاج ما زي أنا بتعجبني الصراحة أسا أنا هكدب ليه هكدب عن الناس هكدب على نفسي هكدب عليك هكدب على الناس اللي بتفرج عنها دي كلها أبقى أنا راجل من نبقى نافق يعني إنتا راجل يعني دماغ فأكيد وقفت على أسباب إن الأغنية ما نكحتش إيه بقى الأسباب اللي خليتها ما نكحتش نية نية وعمر في الغنوة دي كانت وحشة جدا من أول هبقائنا في أغاني كده بسكتام مرمشة تاك تاك غنوة نزلنا دغدغنا العالم وعملنا وحسن شاكوش غنوة اسمها تعالى يا سغنن داخلني صورة الأسبوع الجاي غنوة حلوة جدا وإن شاء الله هتنجح عمر يعني إيه الأول إحنا ما مجناش مع بعض النفسية كانت مش حلوة في الغنوة بصراحة خالص وانا عارف الغنوة دي كانت تقع يعني الغنوة مش انتاجنا انتاج مزيكة بس الغنوة وقت وأنا مش هكرر التجربة دي تاني مع عمر كمان يعني غرب منك مسلا يعني إيه اللي حصل مش عارف يعني عمر على المستوى الشخص أنا بحبه جد لكن على المستوى الفني هو أناني شوي وده مش حاجة تعيبه ان هو أناني في شغله لكن لبقى تبقى أناني وتروح تغني غنوة بسكتاتة ما أرمشة في كل حاجة وتقولوا من دي أغنيتي تبقى انت يا انسان يعني فيك حاجة غلط لكن انت مفيش مشكلة ان انت تغني بسكتاتة ما أرمشة على فرقيتك طيب أنا ممكن أغني بنتي الجران على فرقتي ممكن أغني أعوض البطل على فرقتي ما دي اغني ناكحة برضو يا جماعة لكن انا اشيل صوت عمر كمال وحط صوتي وابدأ اغنيها دي بقى دل غلط الكبير انا عمر ماعمل كده عشان راجل متربي وعارف الصحي فين والغلط فين بس عايز ابركلك على نجاح المداح بقى وعايز اعرف كواليس العمل مننا المداح سوزة عمد سمير فرج والساس حمادا هلال وكل الناس انا كان دوري صغير وكبر من عند ربنا سوزة عمد سمير فرج قال لي انت مش سهل انت لازم تلعب على كل الابطال في المسلسل والحمد لله كان بطولة جماعية وطبعا وبطولة حمادا هلال وحنا كنا حمادا يعني كلنا وربنا كرمنا فيه كرم كبير دور ايمن كان دور بيلعب على كل الممثلين في المسلسل وفي الاخر بقى راح اشتكر الشيخ صابر الخبس ده كلهم والله ايه مش عارف كل الناس تقولي كبه في الشارع ساني مش خبيس والله العظيم خالص بس وزاحمد سمير فرج كان بيقولي لازم تبقى انسان خبيس لازم تبقى انسان يعني ملكش بص حل يعني ده اللي حصله والحمد لله الناس صدقتني وان شاء الله فيه تجربة حلوة في التمثيل قريب بإذن الله علاقتك بحمد اهلال بقى وانا اسمع ان هو دعم ليك برضو يعني كلمنا عنه بصوا ما فيش حد بيدي ايه بيدي اي محدد في الحياة عامة لكن حمد اخويك كبير وانا بحبه جدا جدا وانا مطرب ناجح وممثل ناجح وشاطر جدا لكنه ما فيش حد بيدي اي محدد في الحياة مال يا محدد ازاي يعني ما انا عملت غنوط انتي بس كتاب ارميش اجابها متين مليون مشات عملت الله المستعان انا وشيب عملت ما تاكلش مالي الناس عملت انا عيني منك وراحي فيك وبحبك واموت عليك عملت بخاري وخميسي بيدي انا حمد هلو خلوس كل غنة دي بخاري وخميسي في مسلسل الكيف عملت اغاني كتيرة جدا كتبقيت على حمادة لكن حمادة اخويا والصحبي وحبيبي لكن هو الدعم كله من عند ربنا صحان وطعال ونفسة في الغنى مش سهلة بقى فيه ناس كتير بتغني وكمان ما بقاش الموضوع صعب ممكن اي حد يعمل صفحة يروح للسوديو وسجل الغنية بتشتغل على نفسك وبتطور نفسك ازاي وانا شايفك ان انت مماس في حيطة ان انت طول وقت بتجيب يعني بتدور على ناس تغني معاها مهمين ومسموعين انا مش هعمل اغاني هابطة انا مليش في اغاني هابطة اللي يشتغل يشتغل في الستوديوهات بتاعته الفن فن والغنى الشعبي غنى شعبي والكلمة الحلوة بتوصل للناس ده كده كده لكن اننا اجي اجيب حد لكن انا واما احمد شيبا انا واما احمد شيبا انا بتقبل في الفرح تيجي نعمل غنوة يلا هو يقولي تيجي نعمل غنوة يلا هي بتيجي كده هي بتيجي بنتقبل في الافراح لكن لو تجيت عدة الأسامي اللي بتشتغل في الأفراح في مصر والطن العربي مش هتقابل للناس كتيرة من اللي انت بتتكلم عليهم دول هتلينا أربعة خمسة اللي بنشتغل هتلينا أربعة خمسة اللي بنعمل أفراح هتلينا أربعة خمسة اللي ربنا مجردين في الحتة دي جد لازم آخر حاجة بقى اختم لنا كده بأفنية حلوة من أجنب انتي بس كوتاية مقرمشة يا بيت دا انتي قطة مخربشة أموت فيكي وانتي مفرفشة منعكشة حبيب ألا